شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل الإفطار السنوي الذي أقمته القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان هنأ سيد الرئيس رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والتي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء معربا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان حضر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة بهذه المناسبة بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر الشريف والبابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية بطريارك الكرازة المركسية والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة وقدام قادة القوات المسلحة وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بالذكر انتصارات العشر من رمضان والتي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء معربا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحيتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه ووجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضخوا بأرواحهم دفاعا عن تراب الوطن مؤكدا أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريقة تنمية والبناء مشير إلى أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة ربوع الوطن ودعم ركائز الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة ترجمة نانسي قنقر